السلام عليكم يا صغار كيف الحال؟ أعساكم بخير إذن نلتقي مرة أخرى مع نص تطبيقين جديد نبدأ بسم الله تقول النص تجمع الأولاد حول جدهم ليحكي لهم قصة النخلة العجيبة حيث قال انتشرت غابات النخيل في بلادنا فيتعطينا تمرا شهيا ويروي أن نخلة في إحدى المزارع تساءلت بصوت عالم لماذا أمنح دائما خيراتي للآخرين؟ لماذا أطي مادة تمر الشهي؟ لماذا أمنحهم ظل الوفير؟ نظرت إليها بقية النخلات في دهشة كانت النخلة ثائرة وغاضبة فقالت لها نخلة عجوز عاقلة تفعلين ذلك لأن هذا هو الدور الذي خلقك الله سبحانه وتعالى من أجلي واحمد الله على الصحة وعلى كل شيء لكن النخلة الشابة لم تقتنع برد فردت عليها سوف أمنع ظلي وتمني عن غيري مر الوقت وأصبحت النخلة الجميلة قطعة عود مهجور ولم جاء صاحب المزرعة ظنها مريضة فانتزعها من جدورها حيث قام بتحطيمها لتصبح وقودا فتأثرت النخلات كثيرا فقالت النخلة العاقلة نعم هذا مصير من يمنع العطاء والخير عن الآخرين وبالنسبة لأجوباتي الفهم لا محل أنكم اخترت معنواعنا مناسبا وأنا بدوري فعلت هذا إذ اخترت النخلة الثائرة سؤال ثاني جوابه وصفها الجد قائلا بأنها منتشرة في بلادنا فهي تعطينا طمرا شهية أما السؤال الثالث والجواب عنه النصيحة التي قدمتها النخلة العجوز للنخلة الشابة أنها وجدت في هذا العالم لتجود بخيراتها على الإنسان لتجود يعني لتمنح وتهب وتعطي للإنسان الخيرات وهذا هو الضور الذي كلف الله سبحانه وتعالى به في هذا العالم إذن السؤال الأربعة طلب منا أن نضع علامة إكس أو في في الخانة المناسبة لكي نحدد طبيعة هذه النخلة الشابة هل هي كريمة أم قوية؟ أبدا لا 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 هل هي عاقلة؟ بل بعيدة كل البعد عن إعمال العقل بل إنها متكبرة أما الجواب عن سؤال خمسة فهو رفضها للنصيحة يعني أن عنادها أعماها ومنعها من فهم واجبها في الحياة سؤال ستة جوابه كالتالي كان مصير هذه النخلة الموت لأنها منعت خيراتها عن الآخرين ولم تقم بواجبها تجاههم إذن آخر سؤال في الفهم هو كذلك طلب منا أن نضع تلك العلامة في الخانة المناسبة لكي نلخص فكرة التي تعود على دور النخيل في حياة الإنسان وبالضبط تلك النخلة الشابة هل هي كانت تقوم بإعطاء اعتمارها للإنسان؟ أم أنها كانت تجعل من أغصانها عشاشا للطيور؟ لا هذه ولا تلك ولم تكن كذلك تهب الظلال للأطفال بل كانت تمنع نعمها على الكل وهذا والجواب الصحيح ثم ننتقل إلى أسئلة لغة وأول ما سنبدأ به هو استخراج من النص طلب مني استخراج ويسمي إشارة كهذا وفعل ماض مرة وهناك أفعال أخرى لذلك يمكن أن يكون جوابك صحيحا إذا ما اخترت أفعال ماضية أخرى ناسخا فعليا مثل كانت واسم وصول مثل الذي وفعل مضارع هناك كذلك أفعال مضارعة أخرى مثل أمنع السؤال الثاني من تراكب طلب مننا أن نقوم بإعراب وهذه المرة لم تكن جملة مستقلة بل كانت كلمات متناثرة داخل النص على أننا عندما نقوم بإعراب داخل النص نحن دائما نراعي وننتبه لما يوجد قبل الكلمة وما بعدها حتى نعلم موقعها في الإعراب فأولاد أعربت فاعل مرفوع وثائرة كانت خبرا لكانا أما النخلة فكانت اسم لكن ثم الطلب مننا في سؤال الثالث أن نكمل بخبر مناسب أنا اخترت هذه الأخبار وربما كذلك أخباركم ستكون صحيحة اللعيب ماهر والفتاة مهذبة والجبال بعيدة والقصة ممتعة سؤال أربعة طلب مننا أن نحول الجملتين إلى المبني للمجهول يستخرج العامل المعادنة تستخرج المعادنة فالفعل بي أصبح نائب الفاعل والفعل مضارع حول المبني للمجهول عسم الفنان اللوحة رسمتي اللوحة من طبع الحال الملاحظة التي لدينا هنا أن الفعل يناسب جنس نائب الفاعل كان مذكرا وأصبح في صيغتي مؤنت ثم لدينا في سؤال خمسة سل بخط الفعل بنوعي إذا لدينا لازم متعدي ولدينا الجمل تبتدئ بفعل إذا ما كان لدينا مفاول بي داخل الجمل معنى أن الفعل متعدي إذا لم يكن لدينا مفاول بي معنى أن الفعل لازم لازم رفع فاعله ولم يتعدى إلى نصب مفعول به قاد الراعي القطيع نحو المرأة متعدي سارع إلى الفوز لازم انتصر الفريق في المسابقة لازم يسطر التنميد ومستقبله متعدي طلب منا أن ندرج الجمل حسب خانة الجدول على أننا سوف نحدد طبيعة الفاعل وطبيعة المفاول به غرس البستاني والشجرة في المزرعة فالجملة الأولى تحتوي على فاعل ظاهر ومفاول به كذلك ظاهر يجنيها في الصيف هنا لدينا الفاعل ضمير مستتر تقديره هو والمفاول به ضمير متصل وبقية الجملة في الصيف أما الجملة الثالثة فهي يحيون علم الوطني الفاعل أسا ضمير متصل والمفاول به اسم ظاهر أما بالنسبة للصرف فلدينا جدول نحول العبارة الكلمة من المفرد المثنى نجعل فبحر بحراني البحار وشبكة شبكتان الشباب الدار الداران الدور والمهندسة مهندستان مهندسات ثم نصل للتحويل هذا هو العالم الذي برع في ابتكار اختراعات مفيدة لبلده لو حولنا هذه العبارة إلى جمع المذكر سنقول هؤلاء هم العلماء الذين برعوا في ابتكار اختراعات مفيدة لبلدهم وجمع المؤنت هؤلاء هن العالمات لوات اللائلات برعنا في ابتكار اختراعات مفيدة لبلدهن أما بالنسبة لسؤال ثلاثة فلدينا تصنيف صحيح والمعتل مع ذكر النوع سجد سالم سل مهموز والأصل فيه هو سألة مد مضعف والأصل فيه مد تروي لفف مقرون ونقول رواء سقيت ناقص وأصله سقا وأجد مثال وأصله وجد أما إذا أسندنا الفعل إلى هذه الدمائر فسيكون جوابنا مدى معنا الدلع الجماعة مددنا يسقي مع والجماعة يسقونا اختراع معنا النسوة اختراعنا وينتصر مع الف الاثنين ينتصران ثم طلب من السؤال في خمسة أن ننكر لا يبارا يعني أن نجعل كل كلماتها نكرة أبدع الرصام المشهور لوحاتي فنال إعجاب المهتمين بالفنون ستصبح الجملة أبدع رصام مشهور لوحاتي فنال إعجاب مهتمين بفنون والآن نكمل الجدول مع تحديد الماضي والمضارع والأمر الأفعال التالية زرع يزرع الزرع بكسرة تحت همزة الوصل اشتغل يشتغل اشتغل استعمل 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 خيرا وصلنا إلى موضوع التعبير لا محل بأنكم وأنتم تكتبون الموضوع واحترمتم تلك العناصر التي أشرت إليها ومن طبيعة الحال إنه موضوع في آخر السنة لقد استفدتم كثيرا من معلماتكم خلال السنة من الأسليم من الأرصد اللغوية من القصص التي درسنا والنصوص فلا محل أنني إنما سأعود الآن لقراءة موضوعي سأجد نفسي أنني كتبت مقدمة وعرض وخاتمة لموضوعي واحترمت سسلسل الأحداث وكذلك احترمت نص الموضوع فإذا كان يتحدث عن نهر ومركر فألا لن أتحدث عن شاطئ بحر وسفينة وبما أنني أنا التي عيشت المغامرة فسأسرد بدمير المتكلم وأنا أصف وأتحدث عن المغامرة لمحل أنني وضفت خيالا حتى تكون عباراتي سليمة لا أسامل جملا طويلة لأنها توقعني في الخطأ لذا واجب علي أن أعبر بأي جمال قصيرة وواضحة موظفا خلالها الضوارة اللغوية المدروسة ولكي أتجنب التكرار سعمل دمائر بعدما رأينا في درس الدمائر المتصلة ومنفصلة والمستطرة كما أنني لا أنسى الروابط وعلاماتي الترقيم فإذا رأيت منظرا أعجبني وأداشني لمحل أنني سوف أضع علامة تعجب وإذا ما تسألت أضع علامة استفهام أما أنني أصف وأصف سأضع ثلاث نقاط لتتمة الوصف أو أن عبارتي طويلة شيئا ما أضع في بدايتها فصلات ثم أونهيها بنقطة وإذا كنت سأخبر شيئا أنا أضع نقطتي القول إلى غير ذلك ولا محل من تجربتكم خلال السنة ومن استفادتكم من نصائح معلماتكم أنكم توصلتم إلى كتابة موضوع جيد ما شاء الله عليكم شكرا